بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين العمل في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأداء الأمانة قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كمان ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يؤدون الأمانة على وجهها فقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون مرطين بنفس السياق في القرآن الكريم ده دليل على قوة أجر من يؤدي الأمانة على وجهها وإنها صفة محمودة جدا لأداء الأمانة في ظل الظروف اللي احنا فيها في ناس يا إما مقيمة بيتها يا إما مش بتروح كل الإسبوع طب عملها ممكن تأديب بيتها على أتم مواجه كما كانت تؤديه في مكان العمل وليس رقيب عليها إلا الله عز وجل هو متعود أن العمل عبادة ومتعود أن هي أمانة ولازم هيوصلها على أحسن وجه هيزيد عليها كمان أن الصيام بيعلمه الصبر وبيعلمه مجهدة النفس على أداء العبادة وبالتالي إن شاء الله بمجهدة نفسه وبالصيام بتاعه اللي بيعلمه الصبر هيأدي العمل على أحسن وجه وبرقابة الله عز وجل على قلبه وعمله وهيكون إن شاء الله متقبل عند الله عز وجل وما يقولش عملي شاق وما يقولش عملي مش قادر أديه بالعكس بمجهدة النفس هتقدر تأديه رصاله الصلاة يقول إن الله يحب إذا عامل أحدكم عملاً أن يتقنه رصاله الصلاة يقول أي عمله خلاص لازم إتقان العمل وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منكم الأعمال بإننا نجاهد أنفسنا على أداءها على أحسن وجه تقبل الله تعالى منكم وجزاكم خيراً على أعمالكم في الدنيا والآخرة موسيقى